بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله أخوتي أخواتي من قناتكم قناة كربلاء الفضائية هذه هي إطلالتنا في شهر محرم وصفر من هذا البرنامج الذي سيأتيكم من إنتاج مكتب بغداد التابع لقناة كربلاء الفضائية نكون وإياكم في هذه الحلقات من برنامج قصة كرامة قصة كرامة سنكون فيها مع مجموعة من المواضيع المتعلقة بشهري محرم وصفر وبقضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بشكل عام سنعالج هذه المواضيع بطريقة مغايرة إن شاء الله كل موضوع سنأتي إلى قصتها إلى أساسياتها المادية من ثم ننتقل متشرفين بلقية مجموعة من المتعاملين فيها ننتقل إلى الجانب المعنوي العظيم كل مادة ارتبطت بسيد الشهداء حوت ما حوت واحتوت ما احتوت وحازت ما حازت من كرامات سيد الشهداء فتنتقل ذرة الرز وحرف الكلمة ونبرات الصوت وأخشاب المنبر وغيرها من مهديات مجردة من الروح إلى معنويات تنبض بالحياة قصة كرامة كونوا معنا كرام شهدنا لقطات ممكن أنها قد جتذبتكم إلى محور هذه الحلقة محور هذه الحلقة سيكون عن الطبخ قربة طاعة إلى الله تعالى تبارك وتعالى وكرامة لرزء سيد الشهداء روح الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها هذا الطبخ وأتكلم بلغة محببة إلي لغتكم أهلي وناسي العراقيين هذا الطبخ اللي أنا وغيري نشتري نفس التمن نشتري نفس المعجون نشتري نفس الدهن لكن أبو الموكب يطبخ في الموكب وأنا أطبخه في البيت هناك يعطي شفاء وكرامة وهنا رزء عادي طبخ عادي أكل عادي مبارك نعم لكن ليس بدرجة كرامتي وبركتي ما طبخه في الموكب نبدأ القصة برحلة جميلة شيقة قادتنا إلى مجموعة من الحقائق في منطقة الشورجة في بغداد إلى الشورجة إلى هذه المنطقة التجارية المعروفة ببغداد كانت أولى خطوات هذه الرحلة في البحث عن سر انتقال تلك المواد الغذائية من مواد غذائية تطبخ في أي منزل إلى مواد تطبخ في مواكب سيد الشهداء فتعطي شفاء بإذن الله تعالى الخطوات أخذتنا إلى أول الضيوف ودار حوار بلون النقاء الحسيني موسم محرم عدنا موسم يعني رحمة من الله نشتغل به من يوم محرم الحد عشرين صفر نشتغل به هاي الأيام كلها يعني ما يوم التوقف يعني حتى الجمعة هاي جمعنا تعطل بالجمعة جمعة فتح بأيام محرم ماكو يوم تعطل به يعني ما شاء الله مواكب البيوت يعني كلها جاء تطبخ يوم الحسيني من يجي الأبو موكب وصاحب المحرك يعني أنا استغنيت يعني ما أفكر بربح أفكر أطيل حاجة زينة يعني درجة أولى يجي هو الموكب عن ذاب نفسه أبو موكب أو أبو ثواب يعني من يجي يشتغل بضاعة يعني يريدها درجة أولى علما هي الإمام الحسين يعني هذه اليوم يعني ما نعرف سبلك يعني شما تسولف عليها ما توصل بركات إمام الحسين موهينة يعني شسولف لك أنا قلت لك ما لا حدود يعني بالموكب يعني يطبخ من كل قلبه بكل قوته يعني بكل ضميره يعني بكل عقليته يعني المنطاب وخمام الحسين ما يشوف هذا الأكل يعني هو أكل بركاته يعني هو من ذاته يصير طيب يعني ما نعرف هذا اليوم من شهر محرم يعني تعنينا شيء هو يعني يوم عاش وراء يوم الحسين يعني الانتساب مادي بحت هذا متوقع لكن عندما تكون القضية متعلقة بسيد الشهداء فهناك قصص وحكاية كالقصة التي نقلت ضيف هذه الحلقة في هذا المحور من أن يكون عاملا إلى أن يكون مالكا كيف ومتى وأين البداية مع ثلاثة كيلوات من الرز وكيلو من الحمص سيزال الإبهام في الأحرف القادمة تقريباً أربعة وتسعين أنا اشتغلت في هذه الشغلة رقم قصصة جتني مارة قلت أنا ما عدي هذه تطبق المام الحسين هذه ثلاث كيلوات تمن وكيلو حمص وخطية معجون قلت لها يدليل بعت لها بس هي ما عدتها ثلاثة نهاية بالنصف السنة الثانية جت قلت قونية تمن قونية حمص وتعاملني السنة الرابعة الثالثة قامت تقلي سجي لوطيني ما عرفوا البركمات المام الحسين شون زالت عديا أنا أجربها واحد من الناس ما كوا خسارة أساعد بالسعر وأساهم وياه ووطي الحاجة الزينة ونوبات هو يفرض عليه السعر مو أنا أفرض يقلي ها قد عدي وها موجود أقل لأجيب وخط يعني ما نفكر بالربحة نفكر إن من هو رائع والله المواكب يعني أنا خادم لهم مو مقدام الزوار الحسين وأنا خادم لهم يعني جاي التعبون بكل جهتهم وشير دون أنا حاضر يعني خاصة من أهل المواكب يعني أقرب بغداد كربلة ديوانية أبوا كلهم جاي ساهم وياهم وأنا أي واحد يجي من المواكب وأنا حاضر خاصة طبخ إمام الحسين أنا خادم لهم شير دون يأمرون أمر يعني مو يجي يشترم مني لا يأمر في أيام محرم ثق كثير من الناس من التجارة المحترمين أرباحهم يعوفوها للمواكب في سبيل يقول لك هذه بركة من نقول مثلا من أبو الموكب لأنه هذا راح يقدم للإمام الحسين ثق بدون مجاملة مرات أكورتياح عبد الإنسان من يقدم هاي المساعدة لأبو الموكب حتى للفقية أنت تحس بارتياح داخلي ليش؟ لأن أنت منطهى الله سبحانه وتعالى الشاي مادة كانت لازمة من لوازم الخدمة الحسينية فما كنا نسمعه ونبقى نسمعه إن شاء الله شاي أبو علي هذا الذي يقدم في طريق الزوار له قصة تختلف عند بائعي الشاي لأبو عبد الله مو خسارة هو لأي جاء الله أبو عبد الله آخي بجينا مو بس نشوف المنشورات العدي أنا هي كلمة عشر تالة بس المواقب سبعة ونص المواقب خط أحمر مو خسارة ربع جاء يقول لك يذهب لأبو عبد الله مو خسارة قف أحد يقول لك أنا أكسر قال لا أبلعكس يزيد ربع ماله الحمد لله لا أقول أني صافية ولأقول الحمد لله أنا أتس автом shortcut وعطلوا المواكب لأمطي. الله شاهد. ليس شرطن لأي شي. مثل واحد يجب من المواكب حتى لو قلوا لي مواكب إمكانية. ألي قدر علي. قلت له أخذ. وغير من عاملة. حتى لا أستطيع عاملة. ما أستطيع إستطيع. حتى لو أقصر بيها. بس مخسرة هو. أفصل شيء هاي. والمواكب، أنا كنا لدينا مواكب عنها. أنا مواكب أهو 449. مواكب أنا أخذ ممودي. وأنا أساوي من المواكب ماله. والتشاي مات يا مال موكب دعا عش تريد ولقاه والشكلية ولقاه والمرة وبعد ما شاهدنا من رحلة في منطقة الشورجة واكتشفنا ما اكتشفنا من أن هناك الكثير من الناس من من يعمل بالمادة بالتجارة وتجارته إن شاء الله مربحة مباركة بحق محمد واري محمد لا يأخذ أجرا يقلل من ربحه أو لا يأخذ ربحا تماما فيما يتعلق بسيد الشهداء وجدنا نصف الحقيقة من أن هذه المادة المنتقلة من المصدر إلى السوق مادة مباركة لهذه الجزئيات جزئية الكرامة تكتمل بعد هذه القصة بيد من سيطبخ هذه المادة بيد من سيطبخ الرز وغير ذلك إفاظة جديدة من فيوضات سيد الشهداء سلام الله عليه تشرف بلقية خادمين سنكون معكم فيهما في لقائهما في اللحظات القادمة أكثر المواكب والهيئات أنه هي أهيئات ومواكب مستقلة دعمها ذاتي طلبة عبارة عن أشخاص يشتغلون عمل خاص ذاك من ذاك أن يقدم التبرع البسيط ولكن سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه عليه السلام صندوقهم أموالهم مفتوحة لشيعتهم ولمحبيهم عندما ننوي في قضية خدمة من خدمة سيد الشهداء أو أبناء تجد سبحان الله الاتصالات تتوارد يعني تيجي علينا من كل جانب الاتصالات تصير على حساب تعال أخذوا تمن شنو المحتازينة شنو بعد نقص عدكم أنا بنية أول ما أبدي يعني حرير أنه أرجع بالقضية دعا حديث الكساء حديث الكساء فيه كثير من المعاني وبالخصوص السيدة الزهراء والإمام الحسين سلام الله عليه فأقرأ شيء من اللي حافظه إلى حديث الكساء وأتوكل على الله من بعض مقاطع الزيارة عاشوراء اللي حافظه وأتوكل على الله فيأتي خير الحسين سلام الله عليه من كل جانب من كل صوت فيأتي خير الحسين بحيث لا سيارة تقدر نقدر نشيل المواد مرات فهذا الشعور يوديني شعور إلى شعور آخر أن أدخل في قضية الطبخ اللي حدثت استنمتهم دخلت في قضية الطبخ طبعا أستشعر في قضية الطبخ أنا أطبخ بالموكب يعني تارة تنوياهم يعني أخدم بالريوق أو أكثر شيء أنا أطبخ الغداء وغيرها عندما ألزم التمن أخلي فت خمس كيلوات الله شاهد على كلامي الله شاهد على كلامي أشوفه يصير فت خمسة عشر كيلو وعشرين كيلو وعشرين مضاعف عندما أنا أفكر فت يوكل له فت ثلاثمائة زاير أربعمائة ستمائة زاير يوكل له ألف ألفين زاير فهذا الاستشعار في قضية أبا وأقول سيدي أبا عبد الله أنت الحرامة من هذه التمنائة من أجلنا حتى توصل هذه التمنائة إلى موضع الفقر اللي اليوم حتى اللي يروح يزور ترى اللي يزور أكثر اللي يزورون الحسين اللي حاسين بالحسين بفقرهم للحسين سلام الله ولي بحاجتهم للحسين سلام الله أقول سيدي شقد وكلت أنت عيال وعيالك ماتوا عطاشة وماتوا من غير طعام أقول سيدي شقد آثرت على نفسك وأعطيت جسدك وأعطيت كل شيء من أجل أن تكون أجسادنا دائما مغذية بالطعام فدائما استشعر الله يشهد بينما أنا أنا ألزم جدري الحسين سلام الله أقول يا أبا عبد الله أنا مجلب بك أنا مجلب بجدرك لأن هذا جدرك إلى معاني ومو كل واحد يعرفه إذا عاش في عالم الخدمة رح يعرف معاني هذه الخدمة فيظل هذا الألم واللوعة الضل بداخلي لحينما أكمل وأوزع حتى لأخوة اللي موجودين الخدمة الله يحفظهم اللي هم داعمين دائما لقضية عملي يقول سيد أنت من تلزم الجدر تتعصب استشعار الإنسان في نيته فقط في نيته بداية نيته أنه يكون هذا الجزء وهذا المقطع من التمن أو من الأشياء الأخرى هو تابع لسيد الشهداء هو حالة ترتدئ نفسيا للإنسان أن يكون فيه شفاء من كل دا حقيقة فالتمن اللي يطبخ اليوم بالمواكب فيه كثير من المعاني غير ناس أصلح ناس شاف ناس وأحنا عن وجه واقع حال أحنا نلتم سبعة في خدام الإمام الحسين عندما يجي الخادم اليوم اللي هو كان طريقة مثلا طريق مصحيح طريق يعني كان بعيد عن الإمام الحسين من دخل إلى هذا الجو صار أن يستشعر أن هذا الطعام هو مغير لحاله من حال إلى حال صار يستشعر المريض يغير هذا الطعام من حال إلى حال على أن الكثير من المقاطع التي نجدها في التواصل الاجتماعي من غير المسلمين بل من غير الشيعة عندما يأتون إلى طعام سيد الشهداء عليه السلام فيجعل الله تبارك وتعالى فيه الشفاء حقيقة لأن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه في حديث مطول مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الوحي الذي قال من يحيي أمرنا قال يا رسول الله إن الله سيخلق له شيعة ومحبي يحيو أمرنا ينصبون عليه العزاء يبكون عليه ويتباكون إلى ظهور قائمنا فهذا الأمر هو أمر إلهي عطاء من الله تبارك وتعالى لجهود سيد الشهداء ولما أعطاه لله تبارك وتعالى فجعل في هذه التمنة شفاء وفي هذا الشاي شفاء وفي هذا حقيقة أكو دائما دعاء نقول يا من جعلت في تربته شفاء وتحت قبته يستجاب الدعاء ومن أبنائه الأمناء دائما يأكدون على أن الدعاء تحت قبة سيد شهداء يختلف عن باقي الأمكنة للاستجابة وسرعان الدعاء هناك كثير من الروايات تؤكد أن هناك ملائكة تخص ملك المجلس وملك الاجتماع وملك اللطم وملك الخدمة وإلى شابهم ذلك اليوم عندما سألتني هذا السؤال أنا مريت بمرحلة شخصية لأنه صار عندي آخر عشرة سنين أو سبعة سنين سقوط قدميا وهذا السقوط الأطباء عجزوا عن علاجه لهذا اليوم وأنا في خدمتكم ذهبت إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام فكنت هناك راجعت أطباء والطبيب الإيراني قال لي تقريبا ما يقارب لك أسبوع أسبوعين أنت بالعربانة لازم يأخذوك بعد بالعربانة وياي رجل شيبة اسمه أبو أمجد رحمه الله كان معنا في الخدمة حقيقة اشتكيته إلى الإمام الرضا عليه السلام قلت سيدي مولاي أنا خادمكم وأنا أخدم معتكم وأريد إطالة العمر أنه فقط أخدمكم لا أكثر بلاقين وهذا هو اليوم الحمد لله والشكر ببركاته أما السؤال أنه قضية فرق قضية الطعام والشراب وغيره يعني أنه هذا الطعام هو دواء لكل داق هذا الطعام يفرق عن الأطعم الأخرى في المنزل أو في الموكب هناك فرق كثير من ضمنه أنه الناس تلمس كثيرا ليس من الطرف فقط الشيعة وإنما العالم بيأكمله عندما يأتون إلى الزيارات ويتناولون هذا الطعام يجعلون في هذا الطعام شفاء لكل داق وبعد مجريات قصة الكرامة تلك ها هو السؤال الإمام الحسين عليه السلام هذا الإنسان العظيم ماذا أعطاك من كرم الله ومن لطفه يعني ما راح أنسى من طبخي الحسين أعطاني أطفال اللي هي أنا وصلت حد بالعلم أنه ما يصير لي أطفال الحسين أعطاني أطفال الحسين أعطاني دار من حيث لا أشعر بركات الحسين عليه الصلاة والسلام يعني يوم الأيام أجانا شخص متزوج وما أعدى الذرية فأجي قال لي دعيني قلت له هذا السيد دعي لقد قال لا أريدك أنت دعي لي والله وبخت الحسين دعيت له ثاني سنة أجي بشر بسانة شرط عليها قلت له هذا ولد عباس وذا ابنيه زينب سلام الله والله العظيم أجي قال لا زينب زينب إن شاء الله مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت هذه الحلقة من برنامج قصة كرامة كانت عن الطبخي لوجه الله تبارك وتعالى كرامة لسيد الشهداء وثوابا له على أمل لقياكم في حلقات قادمة نسأل الله أن نكون وإياكم قد وفقنا في بيان حقيقة هذه المادة التي اجتمعت فيها النية الصادقة والعمل الطيب والوضوء وقصد القربة إلى الله تبارك وتعالى فحولت الرزة وبقية المكونات الغذائية إلى مادة تعطي كرامة قد حازتها واحتوتها من كرم سيد الشهداء صلوات الله عليه على أمل لقياكم في حلقات قادمة نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعاية